أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة سوتي أن التسوية السلمية في سوريا تتطلب توافقا وتنازلات من كل المشاركين بمن فيهم الحكومة السورية واعتبر أن مواجهة المسلحين في سوريا تتجه نحو النهاية وقال أن القادة المجتمعين اتفقوا على الخطوات الأولى لإجراء حوار شامل بين كل السوريين مؤكدا أن إيران وتركيا وافقت على عقد مؤتمر شعوب سوريا وقال بوتين أن الرئيس السوري بشار الأسد ملتزم بعملية السلام والإصلاح الدستوري وانتخابات حرة في سوريا